ماذا وضعته في ذاك العنوان؟ يعني مثلا ابن بازي العراقي وابن بوشي الحنبلي ولذلك هذا يجعله يولع في الساحة. يقرأ هذا المقال كتب فيه في 97 تقريبا. لماذا كتبته؟ من أجل معالجة النفسيات. الشعب الكويتي. الشعب العراقي. شعوب في منطقة واحدة. الجغرافية واحدة. الدين واحد. التزاوج. التواصل. يعني منطقة حتى لو ما كان أنت ما تستطيع تغير الاجتماع ولا تغير الجغرافية ولا تغير الغزو ليس سهلا. أوجد. الغزو العراقي للكويت. أوجد شحنات وانفعالات. بلد. في ناس قتلت. في ناس عذبت. في ناس راحت. من الطرفين. فهل ما هو دور الكاتب الباحث المفكر في هذا الموضوع؟ أن يعالج الجانب النفسي. الجانب الفكري. الجانب الأخلاقي. هذه طريقة في المعالجة. قلت كل من قرأ المقال ويشمأزت نفسه يا جماعة. لأن اكتشف بن عنواني بن باز العراقي أن الشيخ بن باز رحمه الله ينتمي إلى جذوره العرقية إلى أصل عراقي فيشمأز؟ لأن الكويتين ضد العراق. وزعلانين من العراقيين ومتأ. فهو يحتاج إلى أن يراجع نفسه على بعدين. البعد الأول. الجانب الأول. الجانب النفسي. إلى الآن بعد سبع سنوات تتعامل مع الحدث. تعامل انفعالي نفسي. أين التعامل العقلي؟ لا. ممكن هذا أول سنة تزعيل. البعد الثاني البعد الشرعي. البعد الشرعي أن أكرمكم عند الله أتقاكم. قلت ومع ذلك ابن باز الذي أتكلم عنه ليس ابن باز المفتير السابق رحمه الله في سعودية. بل هو ابن باز الموصلي العراقي الذي ذكره الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وفي علامة النبلاء. وقلت أن ابن باز العراقي يحب ابن باز السعودي يحب ابن باز العراقي. وأنا أحب الاثنين لأنه كلانا في دين الله. وبن بوش كان. ابن بوش طال عمرك هذا فقيه. عن فقيه متقدم. حنبلي في كتاب طبقات ابن مفلح الذي حققه الدكتور عبد الرحمن وكنت تريد من المتلقي أن يذهب إلى بوش جورج دابليو بوش أنه ولده يصير يعني حنبلي. كان إيه؟ طيب. هذه واضحة شيخ. هناك شيخ محمد العواضي يعني من يقول بأن العواضي دائما يكون حادا جدا في التعاطي مع كتاب عرب وكويتيين. هناك معارك ساخنة خلتها لأجل هذه الغاية. هل تعتقد أن الشيخ أو المفكر الإسلامي أو الذي ينطلق من منطلقات إسلامية يجب أن يكون عنيفا إلى هذا الحد في خصوماته؟ نحن سيد الكريم نص دراستنا آداب. فآداب معناتها قراءة المعارك الأدبية التاريخية كلها. والمعارك المعاصرة. معارك العقاد معارك منصور فهمي. معارك زكي مبارك معارك طه حسين معارك مصطفى صادق الرافعي معارك نحن نحن نحكي عشان الوقت هذا الثقافة هذا معاركك أنت هذا الجزء من الثقافة الجزء الثاني وخاصة محمود شاكر أيضا معارك محمود شاكر الجزء الثاني صدقني. اذكر لي اسم ذكرته ظلمته فيه. تقول يجب أن نقس عليه. لأن في مواقف يجب أن نكون فيها حاسمين وتعالجه بالصدمة. دعني أستعرض بعض الشغلات التي عندي أنت على سبيل المثال كتبت عن دونيس وقلت أنه خرافي وكتبت أمامي عن حسين أحمد أمين وقلت أنه كاذب وهذا دونيس خرافي عن حسين أمين قلت مفتي ألف ليلة وليلة. الكاذب الحزين حسين أحمد أمين دكتور علماني في جحر الضب وهكذا يعني بل إنه لم يسلم منك شيخ محمد حتى يعني شيخ الأزهر تحدثت عنه وأشرت إلى عمامته البيضاء عندما تحدث في مسألة حجاب المرأة المسلمة وأنه في في فرنسا أخوي تركي كم باقي لنا من الوقت حتى باقي لنا شيء بسيط يعني شيء بسيط حسين أحمد أمين هذا جاءنا لكويت وطلع في برنامج شبكة التلفزيون أنا ما كنت أقراله يعني فبدأ يكذب على البخاري ويتهم تاريخ الأمة بأمور كثيرة حسين أحمد أمين زور تزويرا على سعدة بن أبي وقاص في كتاباته ومو أنا اللي أقول عنه هذا الكلام طيب أنت في حلقة تلفزيونية في تلفزيون الكويت تحدثت كان موضوعها عن الجنس الثالث ومع ذلك أردت تحدثت عن مصعب بن عمير الصحابي الجليل وقلت أنه كان مترفا وسقته أنت في سياق الجنس الثالث ألا تعتقد أن هذا يساء شيخ محمد لا 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 الكلام ليس هكذا تكلمت أن الذي يتربى تربية مترفة والذي يكون عنده بيئة دلعته ممكن أن ينقلب إلى شخصية أخرى عن طريق التربية في هذا الجزء أنت قلت في الجزء الأول الحلقة المقبلة نتحدث عن سفير للترف في موضوع عام وهذا الكلام طال عمرك ذكرته في التوضيح الثاني ثم خرجت على التلفزيون وأنا واحد من الناس يا سيدي الكريم إذا أخطأت لا أبالي ولا تمنعني نفسي أن أعتدر لكن لحظة حسين أحمد أمين أقرأ كتاب فهمي هويدي تزييف الوعي الباحثون في القمامة عن حسين أحمد أمين أدونيس فعلا الحفظ أنت طرحت السألة لازم أجاو أدونيس خرافي لماذا؟ لأن أدونيس يحيي الفكر الباطني لأن أدونيس يرى في التصوف الغالي هو المخرج لأن أدونيس يقصي العقل ويدعو إلى اللاوعي يعني بالفعل أدونيس يكرس ثقافة الغلوس لماذا لا تناقش هذه الأفكار دون الحاجة إلى هذه الكلمات الحالة؟ يعني أدونيس يكون حادا في ألفاظه على الذات الإلهية وعلى النبي وعلى الرسل وعلى التاريخ والتراث وأنا أجي أدلع وياه لا يا حبيبي وأدونيس خرافي بل وأدونيس يعطل العقل في كل كتاباته لا وعي هذه أرائك طبعا نعم طيب شيخ محمد يعني مين وبعد ذكرت منهم عطني؟ لا صحيح أنا أقول لأنك تستخدم دائما شيخ محمد لأنك تستخدم دائما هذا الأسلوب الهجومي فأنت دائما تأتي وتعتذر في النهاية ويصير عندك اعتذارات العواضي والعواضي يعتذر ويستسلم وهكذا نعم إذا أخطأت لماذا لا أعتذر؟ لماذا أتكبر؟ طيب لكن أغلب المعارك لذلك من الأشياء اللي جاية في الطريق أيضا معارك جديدة في معارك جديدة معارك جديدة هي فقط كتاب صغير بعنوان تزويرات العلمانيين لا تناقش فكر تناقش دجل وكذب وتزوير وخداع طيب لم يبقى كثيرا من الوقت شيخ محمد عندي الآن يعني أنت سؤال تقريبا أخير أنت في إحدى الحلقات التلفزيو أو عفوا المقالات التي كتبتها أشرت إلى حادثة حدثت لك مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله وتحدثت عن مصحف عبد المجيد عبد الله وقال أنه كان يقرأ القرآن في رمضان يعني أنت أتيت في السياق وكنت كأنك تنصح أن يترك الأغاني مع أنك في 96 في محاضرة في الكويت يعني غنيت موالا شيخ محمد وين هذا من قال لك يعني في ناس حضروا في كلية الإعلام في 96 في أحد المحاضرات يعني غنيت موالا يمكن بدون مسيحة يا زين بالفرق علي خطيت أبعدت لي ماك بالنبى علي وخطيت مثلك يسامح خطايلة مني عليك هذا كلام شعري وما فيه بأس الإنسان يلحن كلامه لكن أنا قلت طبعا شفت عبد المجيد عبد الله وعطاني هدية هذا القلم في الطيارة فرأيته يقرأ المصحف إذا الله خير وبالفعل أنا من واجبي تعرفت عليه وصار حوار ثم قلت لأنت راضي عن الفيديو كليب والذي قاعد يصير قال والله ما نراضي إذن أنت تحفظ فقط على الفيديو كليب ثم لا أنا بخرب على الإعلام والفن كله قلت بإذن الله تتوفق وتطلع من الفن كله طيب شكرا شيخ محمد على هذه الحلقة أيها الأخوة لم يبق لي إلا أن أشكركم على متابعة هذه الحلقة من إضاءات وحتى نلتقي في حلقة جديدة هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة